في إطار التحركات السياسية المتلاحقة لإيجاد حل للأزمة الليبية تتركز على مسارات عدة وهي السياسية والعسكرية والاقتصادية تشارك فيها دول مختلفة إما بدور الوسيط أو الراعي تحت المظلة الأممية عبر بعثتها في ليبيا فمنذ تعثر المحادثات العسكرية التي جرت في برلين والمعروفة بخمسة زائد خمسة بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق استضافت القاهرة مؤخرا المحادثات العسكرية في مدينة الغردقة والتي نتج عنها ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وتأكيد على دور الجيش بمكافحة الإرهاب إضافة إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار نتائج تلك المحادثات بين اللجلة العسكرية المشتركة ووفقا لمصادر الحدث ستستكمل في جنيف 19 أكتوبر الجاري بعد التصديق على التوصيات السابقة أما سياسيا فقد توصل الطرفان إلى اتفاق على مسودة توزيع المناصب السيادية وآلية اختيار المرشحين خلال محادثات بوزنيقة في المغرب على أن يصادق عليها لاحقا وفيما يتعلق بالجانب الدستوري تصديف القاهرة اجتماعات تضم أطرافا إزاعي في ليبيا حول المأسر الدستوري لتوفير دستور مقبول للطرفين بعد التأكد من فحص النقاط الخلافية وإضافة التعديلات المقترحة وتقديم توصيات تشمل هيكلية دستورية مناسبة لعرضها على الجسم السياسي الذي سيشكل بعض الاتفاق السياسي لكن وفي ظل تعدد الوسطات والمحادثات يبقى المصار الأهم هو محادثات جينيف مصادر الحدث كشفت أن المحادثات قد تعقدوا في مدينة جربة تونسية والتي ترغب في احتضان المحادثات بدلا من جينيف وذلك بسبب تفشي كورونا في أوروبا ومن المتوقع أن يناقش ليبيون المسارات العسكرية والدستورية والسيادية على أن يتم تضمينها في إعلان الاتفاق المرتقب في السادس والعشرين من الشهر الجاري ويشمل الاتفاق المتوقع مرحلة انتقالية من ثمانية عشر شهرا تتوافق مع ما طرحه رئيس البرلمان عقيل صالح من حيث تشكيل حكومة ومجلس رئاسي المرحلة الانتقالية ستمر بثلاث مراحل كل مرحلة مدتها ستة أشهر الأشهر الست الأولى يجري فيها توحيد مؤسسات الدولة وتكون سرت بقرا لها إضافة لتشكيل قوة أمنية بمشاركة 1500 عنصر لتأمين المؤسسات من الأقاليم الثلاثة بالتساوي المرحلة الثانية يتم فيها العمل على إقرار وصياغة الدستور بشكل نهائي أما المرحلة الثالثة والأخيرة من المرحلة الانتقالية فسيتم فيها التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تصلوا بالليبيين إلى بر الأمان المرجو ترجمة نانسي قنقر